وللحديث عن ملف الاستثمار في محافظة نينوى ينضم معنا النائب عن محافظة نينوى وعضو لجنة النزاهة النيابية النائب السيد عبد الرحيم الشمري سيادة النائب لماذا يكتر الحديث في محافظة نينوى عن كترة الفساد داخل مشاريع محافظة نينوى ما هي الأسباب؟ شكرا جزيلا إذا تقصد في الاستثمار راح أتكلم لك عن موضوع الاستثمار باعتبارا اليوم في ندوة عن الاستثمار نحن نعتقد أن الاستثمار في محافظة نينوى محارب من قبل بعض الجهات التي بيدها الأمر يعني مثلا رئيس هيئة الاستثمار موجود في محافظة نينوى يعطي فرص استثمارية تشوبها كثير من الشبهات نحن بدورنا أوصلنا إلى القضاء العراقي العادل أوصلنا عدة قضايا في مسألة إعطاء الفرص الاستثمارية عملية المخالفات القانونية الموجودة عملية عفاء أو مثلا حرمان بعض أهالي نينوى أو شركات أهالي محافظة نينوى هذا كله هو الدينوى وأيضا تكلمنا بالإعلام اليوم هناك اعترافات حقيقية لكل المسؤولين بأن أحد أعضاء مجلس الإدارة قال أنه الاستثمار أعرج في محافظة نينوى قال أن الاستثمار فيه مضاربات قال فيه بيع وشراء وأحدهم قال لا يوجد استثمار يوجد مكاتب دلالية هذا الكلام كله موجود ومو فقط يقال وأنه على أرض الواقع بالوثائق والدينة أيضا محافظة نينوى وصلوا كتاب برفع يد أو سحب اليد للسيد الرئيس الاستثمار ولحد أنه لم يرفع اليد إذا لم يطبق المحافظ القانون فسوف يحاسب محافظة نينوى على هذا الأمر سيادة النائب اليوم هناك كثرة هذه المجالس وهذه التحقيقات التي أنتم والتوصيات التي أنتم قدمتموها لماذا لم يتم سحب يد مجلس الاستثمار في نينوى هل هناك جهات تقف خلف هذا الموضوع؟ يعني أنا القضاء قضاءنا قضاء العادل والدالة للمحافظة قالوا هذا الكتاب المرقم كذا فيه كذا بأنه هذا الكتاب موجود في أروقة المحافظة أنا أقول من خلال قناتكم الكريمة أطلب من السيد المحافظ أن يفعل القانون ويسحب اليد مع سيد رئيس الاستثمار ولا يخاف في الله لو متلائم أو حزب أو ما إلى ذلك هو اليوم رئيس الاستثمار قال أنا يكبيني فخرا أنني مدعوم من الأقليم ما أن علاقة بك إن شاء الله تكون مدعوم من أي مكان أنت جاي رئيس الاستثمار نينو ليس رئيس الاستثمار الأقليم وعليه على محافظة نينو أن يتخذ الإجراءات القانونية وإلا سيفو يحاسق قانون ما الذي تحتاجه نينو في هذا الوقت والمستقبل؟ أخي محافظة نينو تحتاج إلى كل شيء إلى كل شيء محافظة نينو طلعت من أزمة كبيرة جدا وهي مسألة داعش والقتال الذي حصل في عمليات التحرير فتحتاج إلى كل شيء أهل نينو بنات أهل نينو يحبون الحياة إذا لاحظت من التحرير أنت كنت معنا مع المقاتلين وشفت أنت من دمار كامل إلى حياة كاملة اليوم في محافظة نينو مطاعم وكافيهات وشوارع وحياة موجودة في محافظة نينو هذا الموضوع لو صار على أي بلدة أو على أي محافظة لن تعاد إلى عشرات السنين ولكن أهالي محافظة نينو أعادوها بجهدهم الخاص النائب عبد الرحيم الشمري شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام هذه انتقالة إلى الزملاء في الستوديو في واشنطن شكرا جزيلا لك